الزمالك الآن في أصعى مرحلة ممكنة ممكنة فأي واحد خد أصلاً قرار الترشح لانتخابات نادي الزمالك زي ما قلت لكم مبارح هو في الأصل خد لقب البطولة انت بطل انت جاي تشتغل دلوقتي أو عايز تشتغل دلوقتي في الظروف الصعبة دي فانت بطل لحين ما ربنا يكرمك وتبقى موجود في المجلس وتورينا البطولة الحقيقة انك تحل كثير من مشاكل الزمالك الصعبة جداً جداً شرفني ونورني واحد من أهم المنشحين على منصر نائب رئيس نادي الزمالك المهندس الشام نصر واحد من الأسماء الرياضية الكبيرة في مصر عموماً ومن الأسماء الكبيرة بالتأكيد في نادي الزمالك يا فندم مشرف ومنور حقيقي سعيد بتوضف معي النهاردة أهلاً وسهلاً يا كريم أنا اللي بتشرف أني أكون موجود معاك النهاردة أنا المقدمة بتاعتي داية هي اللي هبدأ بيها مهمة شقة يعني أنا بتخيل نفسي واحد من أبناء نادي الزمالك وعايزة ساعد نادي الزمالك هتردد كثيراً كثيراً قبل ما أخد قراري الترشح لانتخابات نادي الزمالك في الوقت الحالي أقول إيه؟ أقول ما تستنى لما تبقى الظروف أحسن من كده وبأنزل خد الفرصة في وقت ألطف من كده إزاي خدت القرار دا دلوقتي في الزروف الصعبة دي؟ أنا بصراحة بصفة عامة الرياضة حاجة منتعالية جداً أنا بحب الرياضة جداً والحمد لله الواحد بقى عنده خبرات كتيرة في الإدارة الرياضية مش رؤية بس وخلاص لا قريدي بقى التجارب إحنا خدناها والحمد لله حققنا فيها نجاحات كبيرة جداً يعني صحيح ما بقى لما بيتك بقى يكون في مشاكل كبيرة جداً وعندك شوية معوقات في الأماكن الأخرى يعني فأكيد الواحد بيحب يرجع بيته ويسنده ويحاول يقوم بيه تاني وأعتقد أن زي ما أنت تفضلت يعني أن اللي تقدمه للترشح هذه المرة التاريخ هيسجل أسمائهم بأحرف من نور يعني لأن كل الناس تعلم مدى الصعوبات اللي موجودة في نادي الزمالك فلو نجحوا فعلاً في استعادة اسمه وبريقه اللي مازال موجود لكن في معاناة هيفضل إسم نادي الزمالك هو نادي الزمالك ما فيش خلاف الزمالك يعني مش عايزة أقوله حتى مريض بس يعني تعبان شوية يعني فيه شوية ألم فيه شوية زعل وفيه شوية مشاكل مش قليلة محتاجة مجهود كبير وعظيم جداً طيب من الحاجات المهمة جداً أنه منصب نائب رئيس النادي هو منصب كبير في أي نادي أو في أي مؤسسة ولكن مؤسسة شام ناصر تعود على فكرة الرئيس يعني في كل المناصب اللي اشتغل عليها ليه قررت طوعية أنك تبقى موجود في ترشح على منصب نائب وليس ترشح على منصب رئيس بصراحة أسر الكرة اليد في نادي الزمالك أسرة مميزة ومتربية على أسلوب معين واحترامات معينة وإسكس معينة قيم ومبادئ مهمة جداً فحياتنا مازالت مستمرة معنا مهما كبيرنا أنا حتى مش من الانتخابات دي من الانتخابات اللي قابليها كان فيه كابتن حسين لبيب ده كابتني أصلاً في الهندبول وعندنا رموز كبيرة الدكتور كمال درويش والمهندس حسن صار والناس دول كبار بتاعنا فعلاً فكان بدنا قرار كده أو تفاهم إن لو هو نزل الانتخابات أنا هنزل معاه في القيمة بتاعته من الانتخابات اللي فاتت عظيم لما هو قعد مع كابتن أحمد سليمان وكابتن أحمد سليمان فضل إنه هو اللي ينزل فحسين اعتذر فأنا نزلت مع كابتن أحمد سليمان لما جينا الانتخابات ديت التوافق معانا من بدري موجود وإحنا اللي اتنين الحمد لله متفاهمين وجاهزين إن إحنا نخدم نادي الزمالك بسرعة فأحسين برضو قرر إن هو هينزل رئيس فطبعا أنا نزلت معاه نائب عادنا وكلمنا في اختيارات الأسماء لحد ما وصلنا للفورمال وأنا من النوع اللي بحب أذاكر الأول يعني منصب الرئيس ده في نادي الزمالك حاجة كبيرة جدا جدا يعني فأنا بحب الأول أذاكر يعني أخش المكان أعارف الجنبات بتاعته إيه الخبايا إيه المشاكل بالزبط وأعتقد ده اللي حصل معايا برضو في اتحاد الهندبول أنا كنت لقى أول عوض مجلس إدارة ولما بقيت رئيس الاتحاد بترشيح الناس اللي حوالي يقول لا أنت ممكن تبقى رئيس الاتحاد وتوكلت على الله والحمد لله ربنا كرمنا أتمنى أن ده كمان يقرر في نادي الزمالك آه أنت بتقول لي أنه حتى لو أنا نائب دلوقتي فهي خطوة مستقبلا ممكنة برئيس نادي بس أنا ما أشوف طموح مشروع طموح مشروع يعني ما فيش خلافة طيب